أن حديث الأزهر وشيخ الأزهر وإمام الأزهر كان منصباً على موضوع آخر وهو الحفاظ على السنة ومن حارب السنة يا إمام؟ وهل حاربنا السنة يا إمام؟ وهل السنة مهددة في مصر يا إمام؟ إذا كان هناك حق في كلام شيخ الأزهر وهو خائف وحارس للسنة فأقول بأيضاً أنه كان هناك في حديث الرئيس وحديث وزير الأوقاف الخوف والغيرة ليس على السنة فقط وإنما على الدين برمته على رب العزة هناك غيرة لأن الدين اختطف الدين مخطوف بالتالي عندما قال الرئيس يعني هل من ينكر السنة بالكلية أخطر على الدين أم من يفسر الدين تفاسيل خاطئة فأباح القتل وأباح التخريب وأباح التكفير وأباح هذا وذاك ربما الكافر الذي لا يؤمن والملحد الذي لا يؤمن معروف ومعلوم أنه كافر أو أنه ملحد أو أنه بينكر السنة واللي بينكر السنة زيه زي اللي خرج من الملة لكن من يقرأ الحديث قراءات خاطئة ويفسرها تفاسير خاطئة هل هذا هو أقل خطورة أم أكثر؟ خطورة دا كان سؤال الموضوع كبير موضوع تجديد الخطاب الديني لا يجب أن يكون بين معسكرين لا يجب أن نتخندق بين مؤيدة معارض الموضوع على الإطلاق نرجع تاني لصحي الدين ونخافش لا يجب علينا أن نخاف طالما أن هناك نوايا صادقة وطالما أن هناك عدم تخوين الآخر وعدم محاولة إطفاء صفات بشكل عام دا كافر ودا مؤمن أعتقد أننا ممكن نصل إلى ما نريد المعركة معركة حماية وطن وحماية الدين